هطلع فصل بعد الفصل هنكمل معاكم بالتأكيد قبل ما هطلع فصل القضية أكيد الناس بتتساءل بعد انسحاب المرشح خالد علي هل هنكون أمام انتخابات ليست تنافسية بمعنى أنه الرئيس السيسي هو المرشح الوحيد الآن اللي بيستكمل أوراقه القانونية وبيتخذ كل الإجراءات المتعلقة بالترش بالتأكيد وده هننقش معاكم بعد بالتأكيد على طول هتلاقي القوى السياسية والمعارضة هتقول أنه السبب هي السلطة وأنه الأجواء ليست مناسبة وفي نفس الوقت السلطة هتتهم الأحزاب والقوى السياسية لأنها بتعلق فشلها على شماعة فشل جمع التوكيلات 25 ألف توكيل وتوقيع من 15 محافظة بحد أدنى ألف من كل محافظة وحتى الفشل في أنه يبقى فيه أسماء متعددة ومختلفة وحيبقى فيه تبادل اتهمات لكن مفيش حد هيبقى يحب أنه يبقى فيه حالة عكم في الحياة السياسية ومفيش حد هيحب أنه يبقى فيه انتخابات ليست تنافسية لكن من يتحمل المسئولية هنا؟ وده السؤال اللي احنا بنترحه طيلة الأيام الماضية وبنقش معاكم في حلقات متصلة وحنكمل منقشته اليوم اللي بس بتوقف عنده إن أنا بلاقي إن آه صحيح الجميع المجتمع والسلطة والأحزاب والقوى السياسية كلهم بالإضافة إلى تراكمات السنوات السابقة كلها مسؤولة عن العكم السياسي اللي احنا بنعيشه وكلها مسؤولة عن عدم وجود انتخابات تنافسية حقيقية وده لازم يعني يطرح على مائدة النقاش بوضوح احنا مبارح قلنا من أخلى الساحة هل الأحزاب والقوى السياسية بضعفها ولا السلطة بتعنتها وقمعها زي ما بتقول الأحزاب وهنظل نطرح التساؤل يعني لكن على الجميع كمان إن نشوف الأخطاء اللي موجودة عنده فيه أخطاء يقع فيها الجميع المسير واللافت الانتباع عندك إن حتلاقي الأحزاب والقوى السياسية يعني ممكن يكون عندها حق في التعلل بأشياء كثيرة لكن لا يجب أبدا أن يكون من بينها أصلي كان فيه اتنين تخيلوا إنه يبقى لتنين اللي كانت الأحزاب والقوى السياسية بتطمع في أنهما يخوضان الانتخابات يعني هما الفريق أحمد شفيق والفريق سامع نان طيب الاثنين لا ينتميان لأحزاب وقوى سياسية حقيقية على أرض الواقع يعني حتى الفريق أحمد شفيق وإن كان له حزب لكن كنت دايما بقول له إن الحزب ضعيف يعني لا يوجد حزب على أرض الواقع وإن الرجل يعني ربما بيستمد قيمته من تاريخه هو العسكري وتاريخه السياسي ونجاحه في مواجهة الإخوان في الانتخابات الفريق سامع نان أيضا عنده حزب شكلي لكن يعني مش مترسخ في الحياة السياسية يعني لا أستطيع أقول أنهما ينتميان للأحزاب والقوى السياسية بالإضافة كمان أنه كل القوى السياسية دي كانت عندهم نظرة سودوية جدا باتجاه الفريقين الفريق شفيق والفريق سامع نان وكانوا بيشوفوا أن الاثنين ينتميان لمعسكر النظام الأسبق والعسكر هكذا يقولون يعني يعني حتى عندهم موقف من الاثنين قبل كده فتخال لما يبقى الاثنين هما طوقى الإنقاذ للأحزاب والقوى السياسية ويتعلنوا بأنه إحنا ما خضناش لأنه شفنا اللي حصل للفريقين فريق شفيق والفريق سامع نان طب فين الأحزاب والقوى السياسية الأسماء التي يمكن أن تقدمها طب ما أنتوا عندكم موقف من الاثنين حتى وتتهمان شفيق وعنان بأنهم ينتميان إلى نظام أسبق وعسكر كمان ده تعبيراتهم يعني تعبيراتهم اللي هي يعني بيستخدموها دايما يعني فجأة تحول إلى طوق الإنقاذ وإلى إنه شفته حصل لهم إيه فبالتالي أصلحنا مش حينفع نخوض الانتخابات طب فين الأسماء التي يمكن أن تخوض طب ليه ما كملش الأستاذ خالد علي وكل ده إحنا هننقش معاكم بالنقش منذ عدة أيام وهنكمله معاكم من أخلى الساحة ومن تسبب في هذه الحالة حالة العكم السياسي مسؤول عنها الجميع مجتمع وسلطة وأحزاب وقوة سياسية معارضة ومسؤولين الجميع في دائرة المسؤولية فالناس تواجه نفسها بوضوح ونشوف إيه السبب وهيبقى السؤال هو مين اللي أخلى الساحة الأحزاب والقوة السياسية بضعفها وفشلها ولا السلطة بتعنتها بضعفها وفشلها